نجا نائب رئيس جامعة عدن والقيادي في حزب الإصلاح الدكتور محمد عقلان من محاولة اغتيال جراء إطلاق مسلحين الرصاص على سيارته في مديرية المنصورة بالمحافظة وقال رئيس الدائرة الإعلامية للحزب في عدن خالد حيدان إن عقلان يخضع حاليا لإجراء عملية جراحية جراء محاولة الاغتيال وأحمل حيدان أمن المحافظة مسؤولية حماية القياد عقلان وسلامته مشيرا إلى أن محاولة الاغتيال جاءت ضمن مسلسل الاغتيالات الذي يستهدف كوادر الإصلاح في عدن